موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في كل بلاد الدنيا وكل العالم وكل الناس العقلة عندما تحدث مشكلة يبحثوا لها عن حل اما ان تجد الحلول تبحث لها عن مشاكل فهو فقط في اللجنة الولمبية المصرية بالامس ديان من اللجنة الولمبية ان اللي هيشرف على انتخابات النادي الاهلي مدريت شباب ورياضة بالجيزة انا فكرت وقلت طبعا من الحق المهندس محمود طاهر انه هو يطلب ده على اساس ان الانتخابات اللي فاتت ابطلت والانتخابات اللي فاتت وكانت الجهة الادارية وكانت مدريت شباب ورياضة لكن المفاجأة ان اللي طلب ده ميش المهندس محمود طاهر ولا حد من قيمته ده المفاجأة انه مرشح اخر هو اللي ذهب مع اخر وراحه للوزير وطلبه ده طيب النهاردة هل ده طبيعي؟ هل ده يعني ده طبيعي ان انت تجي تقولي انا هجيبلك ده وبعد انت في الاخر يتصدر اللجنة الاولمبية ان هي اللي بتعمل وكلنا عارفين طبعا انه اللجنة الاولمبية كثيرا من المواقف اللي حول لها ولا قوم اللي بيجرف الانتخابات يا سيد اللي ممكن يعملوا تعملوا انتخابات او يعملوا جهة ادارية طيب هناك بعض الاشخاص لو اعترض النادي الاهلي عليها لان هناك طب هناك بعض الاشخاص بيبقوا اصلا الناس دي عليها مشاكل في مدرياتهم هل الناس دي هتيجي تصدر مشاكلها لانتخابات الاهلي دي احنا في ناس بحة صوتها من اجل الناس دي لا تشرف على انتخابات الجيزة طيب ما نيجي ناخد رأي سيد عماد وحيد عضو مجلس ادارة النادي الاهلي الى يوم الانتخابات سيد عماد اهلا بيك اهلا بحضرتك النهاردة مازت يعني الموقف بتاع اللجنة الاولمبية ما زالت بتمارس اشياء مش مفهومة وجعلت الانتخابات ابعدت القاهرة وجاءت بالجيزة انت شاف ده ازاي لا بص يا سيد خالد الحقيقة احنا يعني في في حالة ما فيش حد النهاردة بي مهما تتكلم اللجنة الاولمبية ما لهاش اي دور الوزير هو اللي بيعمل كل حاجة وبيصدر كل حاجة وشوف رد فعلها ايه هو الحقي على قدر من الزكاء السياسي اه اللي بيخليه قادر يتحكم في المنظومة هو مسلس هو وحسن مصطفى وشام حاطب وبين يعني ده سيطرة واستعمار رياضي بيعملوا اللي هم عزيزة ولو اتكلمت انت انا عن مستوى الشخص اتكلمت مع اعلى مستويات لحد رئيس الوزراء وكان الربد ان دي لجنة الاولمبية واخد اجراءاتك عندك المحكمة الرياضية الدولية عندك اللجنة الاولمبية الدولية ولو حد اتجه كده يقول لك دول متمسكين بالكراسي اه احنا جلنا جواب من مدرية الشعب والرياضة وتقول لنا فيه والله احنا جلنا تفويد من اللجنة الاولمبية بلش رفع لك طبس يتفضلوا تحت امرو مدرية شعب الرياضة بالقاهرة اه ده الاول من القاهرة جي منهم جواب تاني قالوا ان من فضلوكوا تجنبوا يوم 24 ويوم 25 اغسط نظامبر علشان عندنا انتخابات في نادي جزيرة ونادي البابا ونادي شخص يوبلس واختاروا حتى نستطيع الاشراف على انتخاباتكم تبقى لتفويل اللجنة ان الحقيقة كان عندنا اه يعني كان عندنا رغبة ان احنا نعمل لهم اه جمعة اللي هو 24 قلنا مش معقولة بقى حنفضل كل حاجة بقى فيها الشد والباسب والكار وقلنا لهم طيب اشاءة الظروف ان يبا يوم الخميس اللي هو 30 ده ملد الله والشريف عليه الصلاة والسلام وقلنا نعملها يوم تبا يعني بتقدم بقى بتحاول تساكل المعمورية على الناس اه الشكل اللي ما يخليش بقى فيه معارضة في كل حاجة يعني كما ممكن اقول له انت مش فاضي في الايام دي طب انا حاجيب حاجة تانية او اه اللجنة اللي بيه ترشح مدرية تانية من ضمن الهرج والمرج اللي بيحصل والحرب اللي انا مش هارس بسبب ايه اه ومحاولة انتزاع السلطة وانتزاع الكراسي وصراع اه يعني صراع تشعر انه هناك تعنت يا استاذ عناد لا خلينا يكمل لك اصتنى ما عنديش اجتمام بتعنت اصتعنت النهاردة يا استاذ خالد اللي عمل التطووي اللي حي حيكون مواقف فيه تبين مدى حرصه على الاستمرار او مدى حرصه على التزاع اه يعني كراسي امتخابية لا دي حقوق نادي دي حقوق نادي ليس لها علاقة بالافراء انت بتتكلم ما هو حقوق نادي الطرف الاخر بيروح يشكك يعني انا نمع العلمي والله اعلم ان الجبحة بتاعة الخطيب توجهوا بطلب انهما مش عاوزين مقردش بتاعة وواضح انه تحقق طلبهم طب انا النهاردة معايا جوابين واحد بيقول ان انا بتخطى عليه اه قرار ان انا مش فاضي ماربعة وعشرين وخمسة وعشرين اه اعملوها اي يوم تاني من ضمن ايام الشهر اه بحد اكثر تلاتين اخترنا تلاتين وقالي جواب النهاردة بعد ما اه اه طلع في البرنامج المحبب للجنة الولمبية في قناة سنة البلد الاستاذ شناوي اشتاوي اشتاوي هو رجل الوزير طبعا زي ما حدثك عارف ومجتمع الرياضي كله عارف او هو اللي بيدير اللجنة الولمبية بتعليمات الوزير وده امر غير قابل لا فيه اساءة للوزير ولا فيه تعرض انا واحد من الناس خلاص يعني اه آآ رسالتي وقفت لحد كده انا انا انقى بنفسي انا اعمل في ممتاز يعني انت عرفتوها من خلال البرنامج ومن خلال المدير التنفيذي ولم يصل جوابات بعد الى النادي لا لا فيه وصل كلم واحد في التليفون من مديرية الشباب والرياضة في تليفون طلب من الاخ شرين شمس المدير التنفيذي ان نزور النادي بكرة لوضع الترتيبات الخاصة بالعملات الهدفة قال له الله انا مقدر يعني ليه يعني انت لازم يجيلي حاجة رسمية مسببة تمام فبعت لنا الجواب على الفاكس اللي جايله من اللجنة الولمبية ما بينغيش الجواب الاولاني امال بيقول ليه فيه قال له ان تم اسناد عمليات الاشراف على الانتخابات النادي الان يوم تلاتين ليه بدون اسباب يعني هو مش جاي الجواب توضيح ليه لا 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 هو فيه جوابين دلوقتي يعني انت خدر الوقتي يعني ما تسحبش حتى الجواب بتاع مديرية الشباب والرياضة يعني مديرية الشباب والرياضة القاهرة لازم تبعت تقول لي انا مش جاي في يوم تلاتين اشرا لان اللجنة الولمبية غيرت السيد وزير الشباب ليه يعني انا انا عايز استفهم وما فيش لجنة الولمبية يا استاذ خالد بدليل ما عرفش حضرتك لو متابع قضية التحكيم بتاع النادي الان للمرة التالت التحكيم دي من اربعة عشرة واحنا مش جاي في الهيئة يعني طبعا اصل الموضوع كلام غير يعني غير مستند على اي قوانين او لوائح فبالتالي هو بيحاول يعطل القانون يعني اربع محكمين بيعتذروا المحكم اعتذر الخميس اللي فات او استشعر الحرك خلي بالك كلمة استشعر الحرك دي يعني في ضغوط حصل في فرق بالاعتذار عن مباشرة التعوى وفي فرق بين استشعر الحرك استشعر الحرك كلغة قضائية هناك بعض الضغوط او هناك بعض الاراء الغير مقتنع بيها وبيحاولوا يفردوها مجرد ان الراجل حجز الغضايا للحكم لان احنا طلبنا وانا كنت موضوع طلبنا واقف العملية الانتخابية لحين الفصل في لان كنا عارفين طبعا ما بتحصل حاجات كده لحين الفصل في الموضوع ليه طلبنا كده انت عارف يا سيد خالد ان احنا اه مصاريف اه اقامة انتخابات بتدخل في فيما يفوق او يزيد عن اتنين مليون السادة المرشحين انفقوا من الاموال زي من حضرتك شايف والاعلانات والبعات والنادي متعامل اتنين مليون جنيه غير الله اعلم كم مليون مصروفة استاذ عماد انا الشيء اللي مستغربه حاجة يعني انا كنتم متصور ان حضرتكم من تضررتم من مدريت الشباب ومن الجهة المركزية التي كانت بسببها ابطلت الانتخابات بتاعتكم وتعينتوا بدل ما كنتم منتخبين باكتساح ولكن الشيء اه الشيء المستغرب ان مش انتم اللي طلبتوا الشيء المستغرب ان الاخر الذي طلب انا مش فاهمها بص يا استاذ السيد الوزير بيسيطر الحقيقة هو واضح جدا ان عنده دعم بيؤهله لده وانا مش ما عنديش يعني ما باخدهاش بعصبية انا على المستوى الشخصي خدت قرار زي ما بقول لحضرتك انا ما قدرش امارس عمل تطوعي في اجواء بهذا المنظر قضية تحكيم بترعى مصالح 15 الف اوض من اساس 138 او 20 الف اوض صوتوا على ليحدهم بحيادية وشفافية وفي حضور اشراف قضائي يفوق 60 اوض استاذ اناب بعد ازمك وده هننهي بيه انتو كمجلس ادارة هيكون ردوكوا ايه على ده لان انتو مجلس ادارة موجود او انتو حضرتكم او المدير التنفيذي هيرد يقول ايه على الخطاب هل هتمتاثلوا لللجنة الولمبية ولا هتمسكوا بجهة الاشراف الطبيعية مدرية الشباب الرياضة بالقاية انا الفكرة مش عاوزة تمسك اه هو اللي بيخليني اه يعني يتطرق لي الشك والريبة اه تمام وحتاخد الجيزة اللي هي ناس راحوا طلبوا مدرية الشباب والرياضة طب خليك مكاني انه النهاردة طب ايه السبب هل نمأ العلموهم مثلا فيه وبعدين انت ده انت كمان ما بتشتغلش شغل احترافي انت الاول اسحب قول اه والله مدرية الشباب والرياضة طب ليه جالنا جواب يقول لنا اختاروا ايام غير 24 و 25 عشان انتخابات جديرة وده 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 سبع تمن المؤسف ان الوزير طلع لما اعلننا عن هذا الجواب الوزير طلع نادي الاهلي مراحلوش جوابات وعرفت بعد كده انه عنف مدير مدرية الشباب والرياضة انه طلع جواب زيادة استاذ عماد وحيد في النهاية انت متفضل افندي متفضل قليلي بس اشرح لك عشان لازم يكون في ربك اه وانا بقى طالب اه الاخ العديد وانت شديد اسمعين رئيس الوزارة ان وزارة الرياضة دي من ضمن حقيبة من حقائب وزارته وانا الحقيقة تكلمت معه كثيرا وتوقعت واستنتجت كل اللي بيحصل ده والحقيقة الرجل كان حسنا انه او عنده اه من المشاغل اه بأولويات اخرى اه انا عاوز اعرف اه احنا بنحرر الزيادة من التدخل الحكومي ولا بنوديها في حتة تانية ونتدخل الاخر شو الناوي شو الناوي او شفتاوي اللي مرة قال لك احنا نادي الاهلي لو مش هينتصل للقرارات يروح يفتح نادي في حتة تانية اه او وعدت مرور القرارات اه طالع بيقول لا ده الوزارة ليها دور في التعليمات الادارية خاصة فشوف حضرتك بتتكلم وانا اتكلم بكتير وغير يتكلم ولما بنشرح وجهة نظرنا يقولك الاهلي مش عاجبوا حاجة والاهلي عاوزين احنا يعودوا على الكراسيهم الكراسي مين مين لا بالعكس ده الاهلي متهم في الحقبة دي ان الاهلي متساهل كثيرا جدا وان اكثر من مرة الاهلي يردخ والاهلي مش عارف بالعكس ده فين الكراسي استاذ عماد وحيد عضو مجلس ادارة النات الاهلي بنشكر حضرتك انا بصراحة انا كنت فاكر فعلا ان اللي عمل دي المهندس محطوم احمد طاهر او مجموعته لما الم بهم من الانتخابات اللي فاتت بسبب مجرية وبسبب وزارة الشباب ولكن كمزة بمصر من المضحكات ولكن ماهو ضحك كلبك موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشفك المشهرين اهلا منكم مشاهدين في كل مكان والاهلي ينتقى فبصراحة الواحد فيه الاونة الاخيرة بيندهش كثيرا بازاي الناس المسؤولين في الرياضة المصرية بيخططوا فعلا للنهود بالرياضة المصرية فتلاقي كل حاجة غير المنطقية اللي بتحصل تلاقي كل حاجة غير اللي هي تديلك المؤشر الرئيسي والأساس الرئيسي اللي تبني عليه عشان تجيب بطولات وتعمل إنجازات هو اللي بيحصل المفترض إن اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة هي منوطة بإنها تنهض الرياضة المصرية إزاي؟ بإنها تساعد في نشر اللعبة بإنها تساعد الهيئات والمؤسسات بإنها تطور من نفسها عشان تطلع لك لعيبة عشان تطلع لك أبطال يجيبو لك في الآخر ومثلوا مصر منتخبات مصر ويجيبو لك الميداليات والإنجازات طيب هل يطرة متى فعلوا اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة مع النادي الأهلي هو ده اللي هيخلي عماد الرئيسي لأي منتخب مصري يبقى كويس تعالوا كده بصوا منتخب مصري فيه كم لعيبة من النادي الأهلي فوقفوا كرة القدم في الكرة الطائرة وكرة اليد في كل الألعاب الجماعية فتعالوا في الفردية هتلاقوا عماد المنتخبات المصرية هو النادي الأهلي النادي الأهلي قدروا أنه هو نادي القرن والنادي الأهلي كويس أي منتخب مصر في أي لعبة بيبقى كويس إذن ليه الحاجات اللي بعيدة عن المنطقة تعال أخدكم الحاجة تانية فعيدة جدا على هذا الشأن وهو أن أنت تعيش الحلم الانتخابات بتؤدي إلى الأحلام وكل حلم واحد أهلاوي أن نادي بتاعه يبقى أفضل وأن يتطور يبقى عنده تطورات كبيرة جدا وإنشاءات وحاجات تخليك توصل للعالمية النهاردة الصراحة شفت مع حضراتكم الأستاذ الجديد للنادي الأهلي والعرض وابتديت أقول لنفسي ما هو ده اللي ممكن تاخدنا إليه الانتخابات كل مرشح لديه طموحات ولكن جمهور الأهلي عنده طموح واحد هو كيان النادي الأهلي يبقى أفضل عضو جماعي العمامين للنادي الأهلي بيفكر وكل مشجع ومحب للنادي الأهلي بما قاتل ملايين في كل مكان في العالم هتلاقيه بيفكر في كده ليه ما نبقاش زي بايرم ينخ ليه ما نبقاش زي منشستر يونيتد عندنا أول ترافورد بايرم ينخ عنده إلينز أرينا وليه ما نبقاش زي إنجلترا وعندنا ويمبلي سيديم استاذ ويمبلي الشهير ونروح لمنشستر سيتي والساد الاتحاد ونروح للأرسنل اللي غير الهايبري فارك ويحوله لملعب الإمارات النادي الأهلي مش كتير عليه وبالعكس يحتاج إن كله ملعبه الخاص يحتاج إنه يعدي للمرحلة الثانية في الرياضة مش الرياضة المصرية بس الرياضة العالمية فيه أندية كتير على مستوى العالم كانت بتعاني ولا تازال تعاني وأبرزها الميلانو الإنتر نجمي وكتبي مدينة ميلانو الإيطالية الناديين اللي واحد منه تاني أكتر فريق حصل على دور أفطال أوروبا إيسي ميلان نادي الإنتر نادي من أكبر الأندية اللي اتنين لسه بيلعبوا في ملعب واحد وهو السانسي رو أو جوسيبي ميادزا سانسي رو بالنسبة لميلان وجوسيبي ميادزا بالنسبة للإنتر النادي الأهلي من آخر الخمسينات وبداية الستينات وبداية إنشاء استاد القاهرة الدولي ولذلك اللقاء القمة بيبقى منفصل جزء للنادي الأهلي فجزء للنادي الآخر النادي الأهلي من حقه أنه يبقى عنده استاده الخاص ملعبه الخاص يخش له موارد يبتدي يطور من نفسه ويذهب لها العالمية سمعنا كتير كلام ولكن النهاردة شفنا حاجة جميلة جدا شفنا حاجة توصلنا لها العالمية شفنا حاجة تخليك تحلم وتحلم بعيد قوي تحلم لحاجات ممكن توصلك لأبعد من الأندية دية لأن أندية بير مينخ وأيضا بقي الأندية لما عملوا استاداتهم عملوها من قبل أنت هتعمل في المستقبل المستقبل اللي جاي للنادي الأهلي في مستوى الأهمية أن نتصل به للعالمية تطوروا تدخل مستشفى تطوروا تدخل أكاديمية تدوروا تدخل حاجات كتير جدا تدخلك في أبعاد العالمية لو رحنا لمشكلة إيطاليا إيطاليا أكبر من أكبر الدول في العالم تاني فريق خد كاس عالم بعد البرازيل أربعة كاس عالم أربعة كاس عالم بعد البرازيل وإيطاليا لا تترحشح لكاس العالم هل تفتكروا ده تفتح بره يقول لك نت بيلاتك مفيش حاجة بتحصل محد الصفة مفيش حاجة كده في اتنين تصحة تلاقيها تلاقيه رئيس الاتحاد الإيطالي بيتنحى وتلاقي مدير أو مدير السن المنتخب إيطاليا بيتنحى وكل الاستقالات دي مش بس سببها هم بيلعبوا ربعة ربعة اثنين ولا تلاتة خمسة اثنين ولا عندهم باكليف ولا عندهم باكريف إيطاليا حتى الآن بتلعب في استداد انشئت في إيطاليا تسعين وتلاقي الصور على هذه الاستداد إيطاليا تسعين وهو ده المشكلة في نادي واحد بس أغير هذه المشكلة في إيطاليا هو نادي 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 اليوفي بنا وطور با عنده ملعب يديد اسم اليوفي أرينا دخل لنفسه مصادر أموال دخل لنفسه حاجات كتيرة جدا قدر يستثمر فعشان كده اشترى نجوم وصل انه مش بس خد الدور الإيطالي ولكن وصل في اخت خمس سنين لنهائي دوري أبطال أوروبا بقى هو في مكانة وبقيت إيطاليا كلها في مكانة إيطاليا لا تتأهل لكأس العالم ولكن اليوفي بيسافر بعيدا في دوري أبطال أوروبا إذن ننتظر من انتخابات الأهلي إنها تعدلنا الأهلي إلى مستوى آخر للعالمات يعد عبدالخالك ثروة باشا الرئيس السالس في تاريخ النادي الأهلي أحد أبرز من أثروا في مسيرة القلعة الحمراء وصاحب البصمات التي ساهمت في تطوير نادي على مدار تاريخه الذي تخطى مئة وعشرة عاما ورد عبدالخالك ثروة باشا عام 1873 في أسرة لها جذور تركية وجده كان أحد أقارب محمد علي باشا وحصل عبدالخالك على شهادة الحقوق ليصبح أحد أبرز رجال القانون في تاريخ مصر وأصبح مستشارا بمحكمة الاستئناف الأهلية ثم تولى وزارة الحقانية أو العدل في أربع وزارات مختلفة كما تولى وزارة الداخلية وأقوم ثروة بتشكيل الحكومة برئاسته عام 1922 على مدار ثمانية شهور واحتفظ فيها بوزارتي الداخلية والخارجية ونجح في انتزاع اعترافات من سلطات الاحتلال الإنجليزي بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة كما أعاد البعثات الخارجية للمصريين وتولى الحكومة من جديد في عام 1927 لمدة عام تقريبا ومن أبرز نجاحات عبدالخالق ثروة داشا إنشاؤه لوزارة الخارجية المصرية وإنشاؤ لجنة وضع دستور عام 1923 وبدء مفاوضات جلاء الإنجليزي عن مصر بخلاف أنه أحد رجال السياسة الكبار الذي لعب دورا كبيرا في ثورة عام 1919 مع الزعيم سعد زغلول بجانب أنه كان أحد أبرز رجال المعرفة وارتبط بصداقة طويلة بالدكتور طه حسين وتم تكريمه بإطلاق اسمه على أحد أكبر شوارع القاهرة تقديرا لدوره الوطنية ولأنه نادي الوطنية لم يرأس عبدالخالق ثروة داشا النادي في الفترة ما بين عام 1916 إلى عام 1924 وبوصفه أحد أبرز رجال القانون كانت له بصمة مؤثرة لا تنسى بأنه أول من وضع قانون النادي الأهلي في بداية عام 1916 ويذكر التاريخ له موقفا يجسد مبادئ النادي الأهلي منذ السنوات الأولى عندما تعامل بحزم مع مجموعة من لاعب فريق قرة القدم طلب الرحيل من النادي بشكل لم يلقى قبولا ندى المجلس برئاسة ثروة داشا والذي أعلن عن وفقته على رحيل اللاعبين على الفور مع قرار صارم بإيقافهم من دخول النادي لمدة عامة وفي النهاية قدم أربعة من هؤلاء اللاعبين اعتذارا مكتوبا مع طلب بالعودة لصفوف الفريق مرة أخرى اشتركوا في القناة رجعنا لكم ومعانا تحت الشباب هو الشباب كان على أيامي في الأندية تحت التلاتين دلوقتي خلوها تحت الخمسة وتلاتين معانا أول ضيف لنا من تحت السن كابتن عمر ربيع ياسين أهلا بك كابتن شو سخير إزاي حضرتك انت عامل ايه الحمد لله كله تمام طبعا انت مش غريب على القناة لا طبعا يعني فيه ودي وعيش طبعا يعني لا على القناة ولا على النادي طبعا برحب بمحمد وجودك ايه كابتن عمر ربيع ياسين خد بلد ده بيرحب بيك وليس فاكر نفسه وخد الجراب طبعا يا أخويا يا أخويا محمد طبعا وأنا صراحة دكتور خالد أنا انحيازي دايما للشباب فأنا النهاردة هاخروب برا حيادي فأنا منحس جدا للشباب بنحس ببعض بحب الشاب اللي عنده تموح بحب الشاب اللي عنده جراءة ومش أفضل أتكلم كتير كويس عنه هو ما شاء الله يقدر يتكلم عن نفسه كويس جدا ولكن أنا بشجعه جدا وبشجع أي مرشح تحت السن أنه عنده جراءة أن ياخد خطوة زي دي لأنه عنده إمكانيات وعنده تموح وعنده حاجات عايز يقدمها لخدم الكيان النادي الأهلي كبير برحب بيك واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين وإذن أحد أكبر نجوم النادي الأهلي السابقين كابتن ربيع يسين رحب بيك عمر كابتن عمر ربيع يسين أنت نزلت انتخابات عشان أنت عمر ربيع يسين ولا نزلت انتخابات عشان أنت عمر فقط بصر ردك مبدئيا الانتخابات في بالي من أربع سنين من الانتخابات الأخيرة كان عندي 25 سنة كنت شاكت نفسي صغير لسه ما أقدرش أن أنا أخش تجربة قوية زي دي فأنا فضلت أحضر وبقيت ألف بقيت أتكلم مع الأعضاء بقيت عندي فكرة بقيت عندي رؤية يعني أنت برنامج طبعا يعني بص حراك الموضوع المصدفة بص حراك هو مش موضة وفي نفس الوقت هي مش إيه مش بريستيج ومش ومش وجهة اجتماعية ومش حاجات كتير أوي تبع موجود جوه نادي كبير زي النادي الأهلي لازم تكون واحد من أبنائه واحد من اللي حاسين بالمشاكل اللي موجودة إحنا بنتكمل بعض أساس خالد إحنا عمر ما فيه ناس بتيك تقول إحنا جايين نحلل مشكلة المجلس اللي قابلين لأ إحنا محنا ولادي النادي الأهلي دايما بنقفل على بعض بنبعرفين إيه اللي بيدور جوه فبنيجي نكمل بعض يعني حضرتك بلوقتي فيه حاجات المجلس الحالي خلصها وأنجزها على أكمل وكه هنيجي اللي بعديه وأتقبل مين هو أو أي أن كان مين اللي هيب موجود هيكمل تمام وهو ده اللي إحنا متربيين عليه فبالتالي حضرتك أنا بسمع وبشوف وبلف حولين الأعضاء الحمد لله تربطني صداقة جيدة جدا جدا بكل ناس اللي في النهاية بالعمال بالناس اللي موجودين طوالأمن بالأعضاء بولاد الأعضاء فالحمد لله الواحد بكون رؤية كويس فبدأت إن أنا أكتب برنامجي وبدأت إن أنا أكتب نقاط يعني الحمد لله مميزة وانزلت بيها يمكن أول مرشح ينزل ببرنامج يوزع على الأعضاء بنفسه شو فتك بدري؟ ما هو إحنا بدأناها بقدر جدا لدرجة إن الحضرتك أنا كمان رفضت إن ناس توزع لي ورأي لأ أنا حابب لأن نلف على الأعضاء تربيزة تربيزة عضو عضو لعبة لعبة وديم ورأي بنفسي عشان يحصل تبادل كلام عشان ناس تبعارف هتنتخب مين دلوقتي حضرتك أمر هي الفكرة جات لك عشان أنت عايز تخدم النادي عندك طموح أن أنت تقدم حاجة للنادي والله فقط إن أنا عايز أكون متواجد من أجل خدمة بعض الأعضاء ولكن أنت برضو تربيت جوى النادي لأهلي وعارف يعني إيه شعار النادي لأهلي هل الأهلي فوق الجميع؟ ده أبرز حاجة كالتخليق تنزل بص يحمد إن أنت كنت تربي جوى النادي وعنده غير على النادي لأهلي وإنت شايف إن أنت في إيدك ممكن تغير حاجات للأحسن وللأحسن قوي ده بيديك شعور كده إن أنت تبقى متحمس وإنت عايز تنزل والدليل نازل مستقل يعني أنا لا نازل هنا ولا نازل هنا دايماً أي حد يقول لك إيه بص ولادي النادي الأهلي عندهم حماس وفايترز وبي قتلوا ولحد آخر وقت ما بيستسلموش أبدا وده اللي أنا يعني خلينا ناخد التجربة ليه؟ ناس تقول لك ده نازل مستقل ده ما عندوش فرصة ده إنت نازل تعمل إيه نازل تضيع وقتك نازل تصل الفلوس على الفاضي أنا الحمد لله متعود جوى النادي الأهلي إن أنا يبقى عندي نفس لحد آخر وقت وأخبط على كل الأبواب وألف على كل الناس بنفسي وأتكلم مع كل الناس كبير وصغير جوى النادي وبرو النادي معندش أي مشكلة أتكلم مع كل الناس ووصل صوتي تعرف إن دايماً بيبقى عندي أو الرؤسان فقط اللي بيكون لهم حق الندوات واحد مستقل زي ما عندوش نادل جوى النادي الأهلي فأنا باعتمد على إن أنا إما أطلع في التلفزيون أتكلم ووصل كلامي للناس أو إن أنا أتكلم معه طب إيه أبرز حاجة في برنامجة كاملة اللي اهتمام بالشباب أنا جاي للشباب أنا مش جاي أعمل بروميسيز مش جاي أعمل بقى وعود إن أنا هابني وإن أنا هعمل إنشاءات لا أنا جاي أحط حاجات ممكن تكون مش في مكانها الصحيح لا تتحطف مكانها الصحيح بمعنى جاي عشان خطر الشباب وللولاد الصغيرة اللي طالع بعد كده هما دول مستقبل نادل أهلي وهم دول الجيل اللي هو إيه اللي إحنا بنعده سواء في أي لعبة أو في أي مطلعات هما دول لها هما سواء نادل أهلي بعدين بمعنى إن أنا مهتم بحطة التوظيف للشباب إن احنا نوفر ألف فرصة عامل في السنة بالتنصيق مع الاسبونسورز اللي موجودين متعاقدين مع نادل أهلي يبقى فيه طبعا كل شهر ده عدوا نادل أهلي الشباب المتخرجين اللي محتاجين إن هما يشتغلوا بدور على شغل نوفر لهم فرصة عامل ده حاجة حاجة تانية عايزين نبدأ نحن نبص على الخدمات من ناحية المطاعم اللي بتوفر أكل صحي للولاد اللي بتتماره بمعنى انت عندها لعبة كامل لعبة جوناد الأهلي عندك لعبة كتيرة جدة عندك كراتية وعندك جباز وعندك سباحة وعندك 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 طيب الولد قبل ما يخش التمرين هل بيطفلوا أكل صحي هل بيبقى موجود بعد تمرين أكل صحي ده نقطة مهمة جدا نقطة مش دي شغلة المدير الفني والجهاز التبي نحن دلوقتي لازم نمسك بص انت عندك قطاع الرياضة ده محمد انت عندك الولد أولا فيه نظام غزائي ما هو انت النظام الغزائي ده الأم بتيجي مع ابنها كم ساعة في اليوم ست ساعات ليه هو عنده تمرين واختة عندها تمرين والأم بتبقى متواجدة على الأقل خمسة ساعات طيب هل هيفع تجيب أكل معاه وهي جاي من البيت هل هيتوفر ده ما انت ما تعرفش مكتون جاي من الشغل مش جاي من البيت فالولد محتاج تغذية كويس عشان خاطر يقدر ان هو ينفذ المدير الفني بقى شغلته ايه يقوله كل ايه وما تقولش ايه ويعملوا مزام غزائي لكن ان احنا نمشي عليه هو نادي الأهلي لا هي دي المطلوبة وعندنا النادي الأهلي زي ما انت عارف بيكون مكمل بيكون مكمل للأبطال اللي موجوده هو نادي الأهلي في أي لعبات عندنا أبطال على اعلى مستوى فلازم ان احنا يكون دورنا قوي جدا بنتكلم على طبعا مشروع سكن للشغل من النادي الأهلي قبل ما تتكلم تمام انت الندوات بتستغلها لما بيبقى في تواجد في مباريات في النادي عايزة سألك على حاجة هي ممكن الانتخابات تخلص داخل أعضاء النادي اللي بيرتدوا يعني ممكن الأعضاء اللي بيتواجدوا في النادي بالاستمرار هما دول ممكن يخلصوا وممكن ينجحوا ولا قرب تعمل ايه بصر حضرت احنا عندنا انا دايما منظم جدا في شغلية انت شايف ان الأعضاء اللي بيرتدوا النادي الأهلي بفروعه الثلاث هل العمل على الأعضاء المتواجدين باستمرار يخلص الانتخابات لا طبعا بصر حضرتك النادي الأهلي في حوالي 150 ألف عوضو عامل 142 ألف 188 اللي بيجي منهم كم نقول مثلا 15-20% تمام يعني 20 ألف طيب حرك كل حاجة بتبقى ليها نظام عادي بمعنى أكيد طبعا جناد الأهلي ليهم ليهم الليهم الأولوية سواء في أهل مدينة نصر أهل الجزيرة أهل الشيخ زايد أهل الشيخ زايد بمعنى بتكلم على الأعضاء اللي ستنين في الشيخ زايد وبيروحوا يعني بيروحوا ينتخب يعني زي ما حناك شايف أنا بلف عن ناس كبير وصغير ما باهتمش سواء لي حق التصويت أو ليش حق التصويت حالك مش عارف ممكن لأنا بكلمه ده يكون سبب إن هو ينشر البرنامج بتاعنا هو دلوقتي بيطلع طالع صورك وانت في جوالاتك هو صورك متغيرة ليه هو أنا مخدتش بالي يعني هو بيوم أنا مخدتش بالي هو بيصور وهو انت عامل لك بره ولك جو اللي إيه ممكن مش ألبس بدلة وعشان خطر أنا في التلفزيون رب احنا معنا على التلفون كابتن مصر النادي العلي وحبيبي كابتن ربيع عسيم سأل خير يا كابتن أهلا سأل وانجزاك كابتن محمد سأل خالد موارين انت موار وحشني ما أخليك وحشني كثير يا حبيبي وشوفك ان شاء الله يتعال بإذن الله وقرايب يا حبيبي ان شاء الله موارين كده الشاشة وحاجة جميلة انت اللي موارنا يا كابتن النهاردة النهاردة بيشرفنا عمر كابتن ربيع وصراحة شاب عنده طموح عنده حماس كبير جدا باين في كلام انه هو يقدمه للنادي الآلي رد فعل حديثك ايه بعد قرار عمر في انه هو يترشح ليه لدخوات مجلس دارة ندي الآلي لا يا عمر يا شاب طموح اذا ما حدثك سايفة محمد وعاوز يغضب الكام بان تعمل الكام كبير كدا اي حد يتشرف ان يقوم بخدمة الاعضاء على اكمل ما يكون عنده افكار عنده جديد فوص الأعضاء عنده قبول كويس جدا عمر يعني خطوب وقريب جدا وشاب عنده تكربة يعني مهمة جدا النادي كبير بينتمي ليه اي حد يتمنى انه ينتمي لها تتكالب كبير ويتشرف ويقوم بخدمة الاعضاء على اكمل ما يكون ربنا يا رب سبحانه وتعالى وفاءه كده وبيعمل عليه وبيحاول هل انت كنت دعمه كابتن ربيع لي ان هو ينزل لياخد التجربة دي؟ والله مثلا هو عنده الكرأة وعنده الامكانيات اللي ممكن بأمر الله تعالى يخدم بيها العضاء ويشرف بيها الكيان على نفسها كابتن ربيع كابتن ربيع فعل عمر ما لم يفعله اباه يعني لم يفكر كابتن ربيع ياسين في اي وقت من الاوقات وكان هو من السمع والابصار على مدار طريق الكرة المصرية لماذا فكر عمر فيه ما لم يفكر فيه ابا عمر هو عمر شاب وعنده المستابل والمستابل للشباب صراحة فعمر ممكن يكون مكادم من الكوادر المحترمة لدارية النكحة اللي سيقدر تخدم هذا الكيان هم عنده افكار عنده ايجابيات عنده سن كويس ان شاء الله الله تعالى وممكن ان شاء الله بلد اهل يحتمد على السمع عليه وهو مقوعة الشباب اللي داخلها تخدم ودهها كويسة كده فدلوقتي المستابل للشباب أنا من وجهة نظري الشباب هم الاولى هم اللي عندهم هم اللي عندهم الجديد فعنده فرصة طيبة بس عمر معه منافسة شرسة جدا تحت السن مزبوط كله منافسة شرسة جدا وبصراحة هم محيرين كلهم افضل من بعض كلهم شباب محترم كلهم شباب واعي كلهم شباب مصقف كلهم شباب ينتعمل النادي الاهل وكيان كبير جدا كلهم عظيم يخدمه لكيان والعضاء وهي مباراة شريفة محترمة ما بين شباب طموح جدا عاوز يخدم الكيان ويتمنى ان ينتعمل كيان كبير جدا ولا ربنا عفاة خالد كابتخان هنقول له مبروك ولا ربنا بالشباب هنقول لك فرصة تانية كيفان احنا نبقى ايه اخوة بشرف بامانة باحترام بأدب بسلوكيات بأخلاقيات بالكيان اللي تربنا فيه وانت بلنتمي ليه والمهم طبعا اهم حاجة عند الكميح هو الكيان الاهل فوق كبير كابتن مصر النادي الاهلي كابتن ربيع عسين بشكر حضرتك شكرا جزيلا عمر كان لك تجارب احترافية احترافت في بلجيكا احترافت في فنلندا اعتقد واكيد كل هذه الامور يعني اللي انا شفته ان انت بتقول لا لازم نطبق هذا الامر في الناحية الغذائية وكده ابتديت تطبق الحاجات اللي انت تعلمتها برا بص يمكن انا يعني نطبقه مع نفس يمكن انت عارف موضوع الاكل اللي مهم جدا في الرياضة موضوع النوم موضوع يبقى فيه تنصيق دايما محمد لما يكون فيه نظام لأي حاجة بتنجح بص لما يكون عندك فكرة وتصدقها فانت تبدأ تتكلم بيها مع ناس تتكلم بيها بحب فاناس تصدقك بدأ تتكلم فيه في برنامجي لانا بتتكلم مع الناس والناس مصدق يعني الناس عندها ايمان قوي جدا بيا وبعدين الحمد لله انا اي مكان بيخشوا في نادي الاهلي ربنا بيساعدني ويوقف معايا حد من جوة اللعب دين هو يبدأ يساعدني وينشر برنامجي يعني موضوع صعب جدا انت تمت على دعيتك ان انت تتواصل بنفسك طبعا وبعدين موضوع بس وسخير لما بيقول لي انت داخل عشان عمر ربيع سين ولا داخل عشان خطر يا دب تقالب كسك لازم افتكر لازم ارد عشان نطري مهمة جدا بص حدك الاعضاء وعين جدا الاعضاء الجمالة عمومية مش يخش يختار اتناشر اسمه وعارف ومش يعني هو مش عارف وبيختار مين لا بالعكس هو داخل وعارف ويختار مين كويس اوي فبالتالي هو مش يختار حد غير لما يكون يخدمنات الاهلي يختار حد يسمع مشاكله يختار حد انه يكون واحد منه يختار واحد لما يخكلمه في من الايام او يقصده في مشكله يحس انها واحد منه يحس انه يحلل له مشكلته انت دايما احنا متعودين ان اكتر الناس اللي بتبقى موجودة وبتسمع مع الناس هي اكتر ناس متواخدة مع الناس بشكل دائم ويكون من ولد الناد الاهلي الناد الاهلي Li'e فاضل علينا كبير جدا الواحد بيحاول انه هو يرد ولو جزء من الجميل اللي الناد الاهلي عمل اسمه ممكن مكملتش في الكرة بشكل كبير لكن انا حابب ان انا اخش في الحتة الادارية حابب ان انا العلم اللي انا استفدته سواء باحترافي برا او سواء في دراستي في الشهدتي اللي انا حصلت عليها مع الجانب الرياضي ممكن انا اشغال في شركة احدى شركات البترول في علاقات العامة وفي نفس الوقت عندي بيزنس خاص بي وفي حتة التحليل والكرة العالمية والحاجات اللي انا بحبها الحاجات اللي انا تأثرت بيها من برا وفي نفس الوقت حابب ان انا طبقها كنت موجود في قناة الاهلي كنت موجود في بعض القنوات الفضائية وفي الراديو الحمد لله بسرعة كنا بنستمتع بيك الحمد لله الحمد لله الإخلاقL أننا إخوة وصحابه حابقائيب مcuertos هيبقى موجودا هيق ABO يعني محدش هيبقى مش موجود و dulu رسالتي بقى للناس أن واحنا ذاكى في الأجواء السلبية اللي موجودة دي الناس اللي تنجح تشتغل لايزم نهي الأجواء اللي موجودة الأجواء اللي موجودة علاج الأعلام الجماهير هنا ولجمهور هنا لازم نكون العرفين إن إحنا اللي جايين دول ممكن ما بقاش مقايمة واحدة فإزيالنس اللي تنجح تشتغل في جوه صحي وفي الأول في آخر إحنا نيقب من عادلة الأهل ما إحنا عراك لو في فريق يأخذ من عادلة الأهل وفريق تانيه ميش يأخذ من عادلة الأهل أكيد نتكلم لكن في الآخر إحنا كل إنا نناس دين تحت مين تحت اسم الناد الأهل تحت اسم الإنطلاع قواهي إحنا نناس دين تحت قايمة الناد الأهل فبالتالي حدوثك لازم نساند بعض ولازم ننبقى برنامجك اللي انت لم تجده في البرامج الأخرى لكافة المرشحين عشان دي تبقى تريد مارك لعمر ربيع ياسين انه هو مزيج ما بين الاهتمام بالشباب وتسويق انا حرارك خريج ادارة اعمال اكدما بحلية قسم تسويق باللغة الانجليزية زي ما قلت حرارك وفي نفس الوقت انا رياضي فعندي بعض النقط للشباب عندي تطوير كبير جدا للالعاب الجماعية والفردية لنا نبزة كده على اشياء المجمل انا عايز تفصيلة معينة نقدر نقول دي بتاعت عمر ربيع ياسين بص حراتك انا عمل نقاطك يعني سريعا طبعا الموضوع الموضوع مهم جدا لاني مشكلة العصر وممكن يكون حد مش فهمه وانا واحد منهم كنت اقعاني في بعض الاوقات ان عشان اجد فرصة عمل على الرغم من انك ممكن تكون عندك امكانيات ومواهلات تخليك في احسن مكان ولكن انت محتاج الفرصة فالشباب يحتاج الى الفرصة وموضوع برضو كحدك اسكان الشباب مش مكررة كابتن عمر حتة توظيف الشباب يعني هي مكررة ولم تؤتي من مين كررها؟ لا لا لم تؤتي ثمارها يعني انا من عمرك مثلا في انتخابات النادي وانا بسمع بعض المرشحين بيكرروا توظيف الشباب وكانت الدنيا اسهل كتير من دلوقتي انت ايه الجديد اللي ممكن تعمله لتوظيف الشباب عشان الشباب تقتنع بالفكرة وتشعر انها فكرة قابلة للتحقيق على الارض كم راعي للنادي الاهلي موجود على كم راعي للنادي الاهلي كم راعي 12 13 راعي 14 راعي لما كل راعي يقول له وفالي 50 فرصة عمل في السنة كلها بكل الكاتجريز بقت ده في بنون التعاقد لا في بنون التعاقد انت توفالي 50 فرصة عمل طيب هو ارض التجمع الخامس دي مش لسه تبتدي ليه ما استعنش بشباب النادي الاهلي الاعضاء انه هم يبدو ان انا اعلن على توظيف مهندسين واتقبر ايه اللي موجود في احتياجات الارض انا ليه ما اعملش تعاقد زي ما قلتك محمد 50 فرصة عمل لكل سبونسر سنوي اتفق معنا انا هجيب لك كل شه عدد من السفلات معينة الناس دي لو كاليفايد ومؤهلة تشتغل عندك ويكون لها الاولوية لو مش مؤهلة خلاص هيكون فيه انترفيو هيكون فيه طبعا IQ تاست وبالتالي هيكون فيه تعيين وارد انه هتعين وارد انه هتعينش يعني هتكون فيه كل الشروط طبعا لكن مش هقوله خده عشان خطر هو وعوده في ندل اهلي انت عارف انت لو شغلت الف انت عارف انت لو وفرتها الالف دي يكفيك طوال دورة مجلس ادارة ان انت توفرها وبطول حياتي انها دخلت جافية انت هتخش الجنة بتعمل مصدر رزق اشياء كتير ايه الاسكان دا موضوع الاسكان احنا قلنا ان فيه مشروع بالاتفاق مع وزارة الاسكان بتوفير حتة ارض يبقى عليها شؤة لشباب اعضاء النادل اهلي تبقى بالقرعة وبالمعايير بتاعته طبعا حلاك عارف ان فيه طبعا صعوبات بتواجه الشباب في حتة توفير شؤة في موضوع الجواز او موضوع ان هو يستقرر نفسه فالاسعار طبعا بتبقى عالية جدا حلاك عارف ان فيه بيبقى بعض وطبعا وزارة الاسكان بتبقى عاملة بعض المشاريع اللي فيها قرعة فدي بتبقى لكل الناس ليه ما يبقاش موجود حتة ارض بالاتفاق مع الوزارة تبقى مخصصة للشباب النادل اهلي ونادل اهلي قوي جدا ما يقدر يعمل حاجة زي كده وفي نفس الوقت انت جاي عشان خطر ايه جاي عشان خطر الشباب ففي نفس الوقت تقدر تخدم نادل اهلي وفي نفس الوقت الشباب اللي موجودة اللي تقدر انها يكون مستقبل نادل اهلي حلاك عارف ان معظم الرياضات وكمان اللاعبين عندهم حتة نفسية لو انت قدرت توفرها لهم هيقدروا انهم يدي كل اللي انت عايزوا فده نقطة مهمة جدا جدا يمكن لما واحد تفكر فيها كان بدأ يشوف ان بعض الشباب عندهم مشكلة في الحتة الفلانية فليه ما نعملش حاجة زي كده بالاتفاق مع وزارة الاسكان ونبدأ ان احنا نخطبهم الكلام ده كله مش محتاج حضرتك لمديات ولا محتاجه ومحتاج مخاطبات محتاج time management محتاج ان انا عدد اتكلم معهم ويبقى فيه في الاخر استفادة لهنا ولهنا مش يخبرنا بحيطة الارض ببلاش ومش هيبقى فيه شؤة ببلاش بالعكس هتبقى ورعة وفي نفس الوقت فيه مبالغ بس المبالغ بدل مبالغ الكبير مبالغ فيها هتبقى حاجة لوجيك جدا وفي نفس الوقت تكون يعني استرحة في الدافع يعني ها فيه تريح في الدافع فيه توسيط على مدى اكبر وفي نفس الوقت من ديه شباب ويبقى الضامن النادي ايوة ما هو بص حررتك بيبقى فيه معايير وبيبقى فيه طبعا شروط الشروط دي طبعا هتتوفر بالاتفاق مع ناد الأهلي وبالاتفاق مع الوزارة لكن الاهم من كل ده ان هي تبقى ماشية بالمعايير مفيش المحصوبية ولا فيه طبعا مصايت ولا فيه ده فلان وده لدي مين اللي تحط المعايير بيبقى فيه مش النادي الأهلي وفيه بقى الاسكان بيش بيحدك بيبقى فيه اجتماعات لا انا بستفهم لان الفكرة عجبتنا لا طبعا ما انا بقول لحررتك بص حررتك هي بتمقى فكرة تمام فكرة دي متاحة اه متاح لكن اجراءاتها القانونية لا بيبقى فيه اجراءات قانونية وبيتفع عليها مع النادي الأهلي ومع الوزارة حاجة تانية برضو سريعا اللي انا عايزه لعليها قبل طب انا هنتكلم عن الحاجة التانية هنتكلم على بقيد برنامجك كله ولكن بعد هذا الفصل لدينا تقرير عن اراء الجماعة العمومية او عطروها بعيد لان النادي الاهلي حديد الحمد لله انا عضو عامل من حوالي 2002 تقريبا او 2003 عضو في النادي من 1989 طبعا شفت الفرق الكبير جدا 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 من الفترة اللي فاتت وفترة كت محمود طهر قبل كده انا اسف النادي ما كانش نادي هو كان نادي مجرد استاد مفترة تش فقط لغير دلوقتي لا لنشايف ان فيه انجازات على جميع المستوىات الحقيقة المحمود طهر والخطيب الاثنين على اعلى مستوى يعني واحد ما يعرفش هيرجح مين فيهم محمود خطيب باسمه سمعته لعبه والمحمود طهر بانشاءات اللي سأل عملها في النادي يعني الاثنين مبخرة لنا وربنا يوفى الاثنين بإذن الله انا اولا عضو النادي الاهلي من 63 وعضو عامل من سنة 80 احنا شفنا تطورات جميلة غير مسبوقة في عهد اي حد من الادارات السابقة وفترة زمنية قصيرة هي فترة 3 سنوات من 2014 لغاية 2017 بنية تحتية منشآت سواء في الشيخ زايد او هنا في الجزيرة او في مدينة نصر حاجات كويسة جدا ويعني مش عارف اقول ايه التطور يعني وفيه يعني مجلس الادارة وعد واوفى اتمنى من اي مجلس ادارة جاي ان شاء الله والتوفيق للاثنين طبعا بإذن الله بخدم الامكان يعني اتمنى من المجلس الادارة انه يهتم اكتر بالناحية الاجتماعية في النادي الاهلي مش بس الكورة لان دي الحاجة اللي انا كنت شايف ان هي بتكون ناصة النادي هنا فيه نقطة برضو شايفها ضعيفة شوية بصراحة في النادي اللي هي الاكاديمية بتاعت النادي الاهلي للكورة المستوى بتاعها اقل من المفروض يكون عليه من ناحية التجهيز بتكلم مثلا على فرع مدينة ناصر لان ده الفرع اللي ابني موجود فيه التجهيز بتاعها الكراسي الشكل العام وكده يعني بصراحة المستوى بتاعها لاي يليق والمستوى بتاع النادي الاهلي فدي من ضمن الحاجات المهمة انا هرشح بالعقل وليست بالعاطفة لان العاطفة دي هدور اما العقل فانت بتشوف ايه اللي بيحصل في النادي بالزبط وفي الاندية بتاعتك سواء شيخ زايد او في مدينة ناصر او في الجزيرة طبعا اللي هي الحاجة الرئيسية والتطورات اللي حصلت فيها وبالسرعة الرهيبة اللي حصلت ديه في فترة وجيزة جدا فدي طبعا تخلي الواحد يفكر بعقله قبل العاطفة انا محتاج لو مش على نفس الرتم اللي موجود ده حاليا اللي هو عملية التحديث النادي وعملية الالعاب والبطولات اللي بناخدها يبقى احنا مش عايزين اكتر من كده الراجل اللي هو الماندس محمود طار حقيقة بازل موجود كبار بالنسبة لتطوير النادي من حيث كل حاجة احنا كاولياء امور للاولاد زاوي الاحتاجات الخاصة ما بنفكرش ان احنا نيجي النادي غير علشان هم وكل مطلوب من الجهاز الجديد الدعم لولاد زاوي الاحتاجات الخاصة ويعني الوقوف في جنبهم ودعمهم بس بشكل يعني اهم من انه يكون مادي انه هو يكون معناوي يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كابتن عمر ربيع يسين ماذا عندك في جعبتك للشباب طبعا انا هقول نقطة سريعة جدا للبرنامج عشان نوضع بس لسادة المشاهدين نتكلم على توفيد فرص مجانية للكرسات والتنمية البشرية بالشراكة مع اكبر المعاد المتخصصة طبعا لاعضاء ندقالي والشباب احنا نتكلم على كرسات فيها لغة مثلا احنا نتكلم على كرسات لغة وتنمية بشرية انت عارض ده من اللغة دي مهمة جدا وتنمية البشرية دي تبقى حاجة ان الناس بتروح تدور عليها مضدة العصر خد بالك احنا نتكلم على دكاترة كبيرة جدا بسم الله دكتور برين في الله رحمة طبعا من اكبر الناس المتخصصين فيها وفي ناس الوقت بتحاولنا تكمل المسيرة وماشي بشكل كويس فاحنا نوفر للشباب النقطة المهمة في اللغة الانجليزية اللغة الفرنسية اللغة الاسبانية دي بتفتح لك مجالات وتفتح لك أباب رزي لا وكمان المرتبات اللي بتدفع قصاد اللغات دي يا محمد فلوس عالية جدا ناوي تعمل الجديل ازاي بص حراتك كله يقولوا لي علاقة بالاسمونسور مثلا دلوقتي انا الاسمونسور بتاعي ليه ما يخشنيش مثلا معهد فلاني يعني بدون بدون يعني فيه اه بدون زيت رأسي اه بص اسم الناد الاهلي ده اسم كبير قوي محمد فاحنا لما الناد الاهلي يتكلم مع اي حد اي حد بيرحب بالامر ده فبالتالي لما بيكون فيه اتفاق مع معهد معين وحاجة تانية احنا ممكن نشوف في الاعباء اللي في نادي الاهلي اللي هم متخصصين في الحاجات دي وده اكيد هتلاق بالزبط فليه كمان ما يكونش متطوعين لو يوم يومين في الاسبوع ودي حاجة تبسطه وحاجة تسعيده سنت تحتاج معامل لغات هتحتاج اشياء اخرى طبعا هتحتاج اماكن هتحتاج اماكن مجهزة يعني مش العنصر البشري فقط اللي هو هينفع معك بص حراتك احنا كل حاجة احنا بس بالأول نوفر يعني نوفر الهومين ريسورس وكل شيء يمشي باشي وبعد كده حراتك كل حاجة بتتسعي يعني كل حاجة باكت تمشي بس رعا الموجودين ولا هتق هيبقى الدور رعا خاصة يعني لا ما انا قلت حراتك انا لما اروح اتكلم مع حد لما اروح اتكلم مع مع حد متخصص في اللغيات حد متخصص في الكرسات واتكلم معاه ان حتى الفلوس تبلي بالك الفكرة دي عجبة فاروق جد طبعا طبعا اخد بال يعني شباب زي بعض متحمس لها جد متحمس لها جد جد فابقول لها داك كل حاجة تبقى دائما مدعمة يعني احنا بنتكلم على حد ايه ان انا لو حصرت حتى العدد اللي موجود من اعضاء ناد الاهلي اللي متخصص في الموضوع دي حتى يعني فيه جزء تطوع وفيه جزء رمزي طبعا رمزي وفيه جزء نفس الوقت مخفض الأعضاء زي موضوع اللي الكلمنا فيه مثلا الموضوع اللي هنجي فيه موضوع التأمين الطبي الداخلي بمعنى ايه لوقتي انا عايز احصر عدد الأطباء اللي موجودة في النادي الاهلي كله مش بس في الأطباء ممكن نتكلم على التأمين وممكن نتكلم على الخدمات اللي موجودة ان احنا نكتب عندنا كتاب متخصص فيه مثلا الأطباء مثلا دكتور العظام دكتور مثلا الجلدية دكتور 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 ونتفق معاه اتفاق ان اي عضو جدك من النادي الاهلي مع الكرني ياخد خصم على الأقل 50% ده يساعد الرواد الناس طبعا الكبيرة في السم ويساعد في نفس الوقت الشباب اللي موجود فكده احنا وفرنا عامل وفرنا عن النادي الاهلي ان احنا بدل من نفع تأمين طبي وفي نفس الوقت ادينا خدمة للأعضاء ان هم يبقى عندهم تأمين طبي يخشوا بيا على اي عيادة ومع اكبر الدكتورة اللي موجودة وياخدوا خاصة لحد 50% او الممكن الناس يبقى لها استثناعات معاناة ومش بس الدكتورة مع عامل تحليل وزي ما قلنا خدمات تانية موجودة جوند نتكلم على المصايف معادت مع الرواد الرواد دول هم طبعا يعني طبعا السادة الأفاضل طبعا يعني بيبقوا مع الدين 55-60 سنة ناس في قمة التواضع قمة الطيبة هو 55-60 بقى رواد بيعودوا ما هم حدك هيش اللي يعني أنا عربت بقى رواد لا هم حدك ما هو بابا برضو رواد رواد والأعلام لا هم هو الواسط رواد سن لا يا رواد هم ناس يا دكتور طيبين جدا ناس يعني أنا بيحب أن أنا بستمتع وانا قدم هم بيعودوا يوم السبت في أهل الجزيرة وبيعودوا الخميس في أهل مدية ناصر وابتكلم على اليومين اللي أنا بيعود طيب معاه عندهم مطالب صغيرة جدا وبيبقى الجواب برضو بيبقى فيه بعد فهم كان نرسلهم إنه هم التايمينج بتاع المصيف يبقى في شهر ستة يعني التوقيت تبدأ من شهر وإننا نعمل لهم تخفيض في المصائف الخارجية يعني عايزين بدل ما يدفعوا مثلا مبلغ معين عشان دي الحاجة الوحيدة اللي بيتنفسوا منها إننا نقلل لهم ده بيحصل إزاي برضو نادل أهلي اسم نادل أهلي إنت بيجيب عرض أسعار إما تجيب 3-4-5 عروض أسعار من شركات مختلفة هاتسر الأسعار فهتاخد سعر يكون محترم وممكن تتعامل مثلا مع كومباونز اللي موجودة مثلا 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 وحيكلها على الساحل الشمال الأبرز بيروح على الساحل تمام بل الساحل متكلم عليه على مصاف مارسة ما تروح الدائمة تعناد لها ليه كمان ما نعملش واحد تاني فمثلا فمثلا في شرم الشيخ أو الغرداء حتى لو ياخد وقت بس يبقى موجود الفكرة عشان يدى فيه تغيير وفي نفس الوقت المصايف اللي نتكلم ايه المصايف اللي مش بس في الساحل في الساحل في الغرداء أو شرم الشيخ وفي السخنة وفي السخنة في كل الكلام ده هي دي ناس دي الحاجة الوحيدة اللي بيكون متنفس ليهم طوال السنة فهم كانوا عايزين حاجة زي دي طبعا الأسعار طبعا أنت عارف إنما أسعار دلوقتي طبعا في الاتفاق فحنا نوفر لهم حاجة زي كده نتكلم على الحج ولا عمرة بمعنى نحن يكون دي اتفاق ما بيننا وما بين سفارة السعودية حدوك عارف من السفير السعودي متواجد بالصفة بقيمة في ناد الأهلي فليه ما يكونش في اتفاق ما بيننا وما بينه يبقى فيه عدد تأشيرات معينة في السنة للأعضاء سواء حج أو سواء عمرة بشكل قانوني تعمل لا جمعي بالضبط بص عليك إيه وقرعة وما فيش بقى اللي هو بقى فلان بقى فاشط لي بقى تأشير عشان خاطر عشان خاطر نفسي عمل لعمرة وكلامنا كل بنتكلم حضرتك على الأهلي برانت يعني الأهلي برانت إن زي ما فيه راعي حالي دلوقتي بيطبع لوجو الناد الأهلي على المنتجات الخاصة بيه نجبر كل كل المنتجات أو كل الرعاية بتاعناد الأهلي إن هم يطبعوا لوجو الناد الأهلي على المنتجات بتاعهم ده بيعمل إيه بيعلي مبيعات بيعلي المبيعات جدا وفي نفس الوقت ده بيصبوا في مصرحة الناد الأهلي عشان الاتفاق اللي هيكون التسويق اللي ما بيننا وما بين المنتج ده إن لما عدد عدد البيع يوصل لعدد معين وزيادة معينة يجب أن ياخد نسبة معينة لي مع كل تارجت تمام بصدب بنتكلم على ماتحف الناد الأهلي ليه من عاديش عندنا ماتحف زيالي المديود وبرشونا حتى لو فكرة موجودة هكون موجود ونحن ندعم الفكرة دي يعني هدك عادي طبعا نادي الأهلي طبعا أعاد سياقة طبعا الدولاب البطولات تمام عايزين معندينا ماتحف طبعا وجه حضرية محترمة جدا وفي نفس الوقت إنت عندك كل حاجة دورتي منظمة وفي نفس الوقت الناس بقى عندها فرصة تتصور مع كل حاجة يعني الدرع لوحده صحيح كنت في بلجيكا وكنت فيه يعني شفت حاجات بنفس الشكل بصر محمد انت عندك لما بتخش الملعب انت عندك ممكن تيجي زيارة طبعا للنادي اللي انت بتحبه تاخد طور في الاستاد التور دي انكلودنج ايه انكلودنج تور جوه الاستاد وفي نفس الوقت انكلودنج انت بتشوف المتحف بتشوف البطولات بتشوف التشيرت بتشوف اقدم تشيرت للنادي الاهلي بتشوف اول جاز ملعب بها مثلا كابتن فلان بتشوف اول مثلا فيديوهات شغالة اول ماتش النادي الاهلي لعبه احنا بنتكلم على ايه ولازم ندور على جون عبد الرحمن فوزي اول جون لبصر في كاس العالم لا لا طبعا عشان خاطر كابتنج دي ان شاء الله احنا طيب هل شفت صور لاستاد الاهلي الجديد طبعا طبعا لا يعني اكيد اتفرجنا واكيد شفنا يمكن ده حلم كل عضو في نادي الاهلي نحنا يبقى عندنا استاد وفي نفس الوقت حاجة مشرفة ان انت لما تبقى اول نادي في مصر عندك ملعبك باسمك بالديزاين اللي انت عايزه بص احنا قلنا المجالس الادارة بتكمل بعض فمجلس الادارة اللي هيجي هيبقى عليه مسؤولية انه يكمل ان شاء الله الحدث الضخم او الانشاء الضخم اللي هيكون موجود صحيح فاحنا كلنا بنمسل نادي الاهلي وامر قبل من اطلع فاصل تمام فكر بعد الفاصل هتقول لنا ما هي ابرز ملامح البرنامج وعايزك تتلقصها لي عملي يعني انت ماشي باسلوب جميل فيه ناس بتديني الامور كلها احلام فكن انت ما شاء الله بتقول يعني ومعمل يعني مثلا انت ما قلتش مستشفيات ما قلتش ليه انت بتتكلم كلام احلامك وسنك دي احلام عملية فهنروح لفاصل ونرجع تقول لنا ما هي التمنياتك واحلامك التي درست لتكون على ارض الوقت وصيارة دي المبنى الاجتماعي والبوابة الرئيسية والطريق الداخلي والجناين والمناطق الخضرة الخاصة بمناطق جلوس الاعضاء ولعب الاطفال وبانينا اربع منافس لخدمة الاعضاء في وسط كل ده غير جراج النادي ومجمع حمامات السباحة اللي فيه جيم وسبار وملاعب كرة القدم والسلة واليد والطيرة والخماسي والتنس وكمان المسجد الخشبي وصالة الكاراتين نعم فعلا لا قولا صوتك للآل صوتك لقيم الطاهر واحدة من اصعب البطولات خلط الدوري خمسة حياة ستة وتسائل جلاتة حريفة جدا تقال في وسط الملعب كابتر رضا ووليد صلاح كابتر مجد طلبة كنا الستاشر اللي بيلعبوا مابلوز انتخل منشاط زمان الجمعة الساعة الثالثة مساء على قناة الأهلي الآن اهلا بكم من جديد مشاهدين ونكمل كلامنا مع عمر ربيع سين المرشح على عضوية منكسدارة النابي الأهلي تحت السن عمر كنا بنتكلم على برنامج الانتخاب وبرزت لنا العديد من النقاط المهمة كنت عايز تستكمل في نقطة مهمة جدا كنت بتكلمني فيها في الفاصل وهي اعتقد ان دي من النقاط اللي هتبقى يعني على كريمة برنامج الانتخاب مسلحة نتكلم على خدمة الأعضاء يعني دلوقتي حرارتك لما يكون عضو عنده مشكلة ليه دايما التواصل يكون بينه بين عضو مجلس الإدارة ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل حساسية شوية وده بيعمل بط لأنه يحل مشكلته فإحنا دلوقتي قررنا خدمة عملاء خدمة عملاء لأعضاء نادي الأهلي بمعنى يكون فيه في كل فرع نادي الأهلي خدمة عملاء ناس دول يكون يوم الأثورة أو السلطة انهم يكونوا أصحاب قرارات في المشاكل البسيطة انهم يستقبلوا المشكلة بالعضو يبدأ انه يحلها وياخد فيها قرار تعمل لمركزية إدارة يعني؟ بالزبط ده حرك بيعمل ايه؟ بيوفر رقت وبيوفر مجهود لكن لما كل عضو يحصل عنده مشكلة يروح لعضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة ياخد المشكلة ويعرضها على مجلس الإدارة كل ده بياخد وقت فالعضو نفسه يديه ويبدأ ان انت المشكلة بدلا ما تكون صغيرة تكبر 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 فده بيحصل يعني العضو بياخدها على ايه؟ يعني يعني بياخد الموضوع بحساسية شوية ويبدأ انه ياخدها ايه؟ العضو مجلس إدارة مش عايز يحللي ده بيتكبر علي ده بيتانك علي فليه ما نعملش حاجة زي كده؟ اولاً بتمنع الاحتكاكمة بين الأعضاء وبين طبعاً أعضاء مجلس إدارة وعضو النادي ويخلي فيه ود ويخلي فيه ترابط ويخلي فيه يعني علاقة جيدة حالك عارف ان ايه؟ ان احنا بيبعندنا مشكلة دايماً اه لا ده ممكن ما يحلليش ولا ده ممكن يحللي فاحنا نعمل حاجة بسيطة جداً ونرد جميع الأطراف ان يبقى فيه خدمة أعضاء تحل مشاكل أعضاء الصغيرة اللي تقدر نتحل لها وفي نفس الوقت يكون فيه رقم ساخن اي حد عنده مشكلة يتكلم عليها ويقرد مشكلته الدول المسؤولين برضو عن ايه؟ ان هم يتابعوا بماك المشكلة من أولها لحد ما تتحل انت دايماً بتتكلم وممكن عضو يقولك ايه؟ لا انا المشكلة دي ما عرفش عنها اي حاجة ما حدش تبعني فيها لا هم يتابعوك ودي تبقى طبعا ايه؟ طبعا بتبقى خدمة على أعلى مستوى وفي نفس الوقت تبقى خدمة مدفولة لأجل من النادي الأهلي وناس بيبقوا متخصصين في طبعا بالترينجز طبعا وطبعا بيبقى الموضوع البروفيشنال قوي فبنعرف ان احنا نوصف الآخر للجمة او خدمة اعضاء لمستوى عالي طاليق بعضو النادي الأهلي كابتن عمر هل تجد في الانتخابات؟ انت بالتأكيد حضرت سلاداث انتخابات قبل كده متذكرهم طبعا انا ليه حسب نسبة وتناسب العمر هل الانتخابات دي لها سيمة مميزة لها عن الانتخابات السابقة؟ طبعا ايه هي؟ ان محدش عارف مين هيكسب ان محدش عارف مين هيكسب ودي حاجة يمكن حاجة غريبة جدا وفي نفس الوقت حاجة مفيدة يمكن لو احنا حضرتك فكرنا فيها هلاقي ان اكتر ناس محظوظة او اكتر ناس بجد احنا فخورين بالناس المرشحين جوا انتخاباتنا نادي الأهلي طب عمر سريعا كلمة لأعضاء جميع من النادي الأهلي اختار صح مفيش حاجة اسمها حد يكبرك على حاجة معينة ان شاء الله طول ما انت واعي طول ما انت عارف مين يقدر يخدم الكيان طول ما انت عارف مين اللي يقدر ان شاء الله اربع سين قدامي خير نادي الأهلي في المقدمة انتخبه انت واعي انت اكبر من اي حد يقولك اي حاجة لازم كله ييجي ما ينفعش ان احنا كل جماعة ومية بعدد بسيط جدا من الناس افتكر ان النادي ذات تاعك مش بتاع غيرك لما يكون في اي تقصير انت لا يكون مسؤول انت لا تنزل تنتخب وان شاء الله ربنا يوفى ان شاء الله كل الاعضاء عمر ربا يسين بشكرك شكرا جزيلا وشرفتنا ونورتنا نورت يا كابتن عمر دايما وبنكررها هذا البرنامج من اجل جميع المرشحين للنادي الأهلي وقام قال المتنبي الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدمه سلام عليكم اشتركوا في القناة